موسيقى ساندريلا كان يا مكان في غابر الزمان فتاة تدعى ساندريلا كانت طيبة القلب وصادقة وودودة كانت جميلة في داخلها مما جعلها جميلة من الخارج أيضا توفيت والدة ساندريلا وتركتها صغيرة جدا فتزوج والدها مرة أخرى زوجة والدها كانت شريرة ولئيمة وقد اضطرت ساندريلا ووالدها إلى الانتقال للعيش معها في منزلها القديم الرف المليء بالغبار والقدر ابنتا زوجة الأب كانتا سيئتي الطباع مثل والدتهما مما جعلهما بشعتي المظهر كانتا شديدتي الغيرة من جمال ساندريلا فأرغمتها على غسل ملابسهما وطهي وتحضير طعامهما وتنظيف الفوضى التي تسببانها كانت ساندريلا تعيسة ولكنها قامت بكل الوظائف المنزلية بدون أن تتذمر وظلت تحلم بأن تغادر ذلك المنزل الرهيب وأن تبتعد عن زوجة والدها وابنتيها ذات يوم حضر مرسال من قبل القصر إلى القرية كان يركب عربة سوداء وذهبية بديعة أحضر المرسال معه رسالة من قبل الملك والملكة تحمل في طياتها ما يلي إلى كل آنسات المملكة المؤهلات إنه من دواعي سرور الملك والملكة دعوتكم إلى الحفلة التي ستقام ليلة الغد والتي يأمل الأمير الراغب في الزواج أن يقابل فيها فتاة أحلامه صاحت زوجة الأب لن تذهب ساندريلا بالطبع لأن الأمير يبحث عن فتاة جميلة كابنتي وافقت الشقيقتان مقهقهتين وفي اليوم التالي سمعت ساندريلا أختيها تصيحان وتضحكان عندما غادرتا بدونها لقد تعبت وأنا أنتظر اليوم الذي أستطيع أن أغادر فيه هذا المكان قالت ساندريلا محدثة نفسها والدموع تنهمر على وجهها وفجأة لمع بريق أبيض ساطع وظهرت في وسطه سيدة ذات شعر بنفسجي صرخت ساندريلا من الخوف فطمأنتها السيدة قائلة لا تخافي يا ساندريلا أنا عرابتك السحرية أنت أجمل وأطيب فتاة في المملكة بأكملها إذا قابلك الأمير فإنه سيقع في حبك على الفور يجب أن تذهب إلى الحفلة لأن لا أحد يستحق ذلك أكثر منك وفي غنضة عين حولت الجنية يقطينة من الحديقة وغيرت شكلها ولونها إلى عربة زهرية رائعة وتحولت ملابس ساندريلا إلى فستان حفلة أبيض جميل وتشكل حول قدميها حذاء زجاجي لماع على مقاسها تماما وفي نفس اللحظة تحول فأر كان يجري في الحديقة إلى سائق ووقف أمام العربة انطلقت ساندريلا إلى القصر بعد أن حذرتها الجنية أن هذا السحر سيزول في منتصف الليل عندما وصلت ساندريلا إلى الحفلة تفرق الحاضرون في القاعة ليفسح المجال لتمر هذه الفتاة الغامضة كانوا مذهولين بعربتها الرائعة وحذائها الزجاجي اللامع لمح الأمير من أعلى القاعة فستان ساندريلا البديع وشعرها الحريري وقال محدثا خادمه هذه أجمل فتاة رأتها عيني أيها الخادم اسألها من فضلك إذا كانت توافق أن ترقص معي في قاعة خاصة ذات أرضية ذهبية وثريات براقة متلألئة رقص الأمير وساندريلا وتحدثا لساعات طويلة رغم أنها لم تستطع إخباره هويتها الحقيقية إلا أنه سحر بجمالها وذكائها المتقد وسماحة وجهها مر الوقت سريعا ودقت الأجراس معلنة حلول منتصف الليل ذعرت ساندريلا عند سماعها وعرفت أن السحر سيبدأ بالزوال تملصت ساندريلا من بين ذراعي الأمير وركضت مغادرة القاعة فوق البصات المخملي الأحمر حيث انزلقت فردة حذائها الرقيق ولأنها كانت على عجلة من أمرها لم تستطع استعادتها قفزت إلى عربتها وبينما انطلق الحصان يجرها بعيدا ذرفت ساندريلا الدموع لأنها عرفت أن هذه آخر مرة ترى فيها الأمير واستاء الأمير بدوره ولم يحتمل فقدان الفتاة التي قرر أنها هي من يريد زوجة له حمل الأمير فردة الحذاء التي وقعت من ساندريلا وبدأ في اليوم التالي بالبحث عن صاحبتها بعد رؤية العديد من الفتيات اللواتي كانت أقدامهن كبيرات جدا أو بالغات الصغر وصل إلى منزل زوجة والد ساندريلا بادرت أختها أولا بقياس الحذاء محاولتين دفع قدميهما السمينتين داخله وعندما فشلتا في فعل ذلك حان دور ساندريلا التي ما إن رأى الأمير وجهها الجميل حتى عرف أنها هي من رقصت بكل أناقة إلى جانبه ولم يتفاجأ عندما نسبها الحذاء وكان على مقاسها تماما عندها قال لها الأمير ساندريلا تعالي معي بعيدا عن هذا المكان واحكمي معي المملكة يا ملكتي وهكذا انتهت سنوات المعاناة التي عاشتها ساندريلا كانت سعيدة جدا لأنها ولطيبة قلبها حصلت أخيرا على ما تستحق امتطت ساندريلا والأمير حصانه وعادا إلى القصر حيث قطعا عهدا على نفسيهما أن يكونا معا أكثر حكام المملكة عدلا وإنصافا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر